أنا مشيت من نزة مالك 21 سنة طبعاً كان في الوقت دوت كان مسم من 2000-2001 كان نزة مالك بقى عنده كوكبة من النجوم كبار كانوا بيأخذوا كل البطولات الموقعية كان داوري كاس سوبر أفريكيا في الوقت دوت كانوا بيأخذوا كل شيء فالفرقة كان مكتملة للصراحة ما كانش فيه مكان لحد يطلع الفرق الأول كان الجيل كله مشي من الفرقة ما مفضلش منهم حد من الجيل كله غير محمد أبو العلا مشيت طبعاً عشان أبحث عن فرصة لأنني ألعب وارجعتين أبقى موجود أكمل في الكورة وأكمل مشواري في الكورة اتأخرت طبعاً لتمسك بإدارة حرص الحدود كانوا الناس ما بيحبوش لعبيتهم يطلعوا برضوه كان معمول فرقة حرص الحدود فرقة قوية تلعب على بطولات وبالفعل حصل خمس سنين في مفاوضات اللي أنا أروح أقعد الكلام دوت أمشي أروح الزمالك أروح نادي ثاني بتاع الكلام ده كانت موجودة لكن هما الناس صمموا اللي احنا بنكون فيه عايزين ناخد بطولات ونلعب على بطولات وبالفعل من 2009 أخدنا كاس و2010 كاس و2009 سوبر برضو 2009 فبردو يعني هما كان وجهة نظرهم صح أو فضلت صح هي إدارة حرص الحدود اللي ما كانت موافقة المسم 2005-2006 روحت 2013 روحت الناس الزمالك عن عندي 33 سنة لعبت موسمين في منهم موسم ثلاثة أعارة أهل بنغازي فما ملعبتش اللي يعتبر موسم طلغة اللي هو كان دوري المجموعتين والموسم اللي بعده طلعت أهل بنغازي والموسم اللي هو بتاع الدوري اللي لعبتو دوت بس اللي خدنا في الدوري أنا نفسي مستفدتش بقدر كبير من ناس الزمالك أو ملعبتش كتير محققتش أرقام كبيرة يمكن الحمد لله يعني رجوعي مع السنة اللي هي بناخد فيها دوري وكاس بعد فترة طويلة كنا بعيد ده قرب من عند ربنا وجي فترة اللي هي السنة بتاعت دوري المجموعتين كان لعبها كتيرة جدا في ناس الزمالك مشيوا بعد السنة ديت اللي هي ناس الزمالك جاب 17 لعيب في الموسم اللي بعد وأنا كنت أعارف أهل بنغازي يعني أنا كنت موجود في الفترة دي في ناس الزمالك كنت همشي مع الناس الكبيرة اللي موجودة كلها فهو كرم عن ربنا اللي أنا مشيه طلعت أعاره وبعدين رجعت تاني في السنة ديت أول حاجة طبعا يعني ده أعظم مدرب أنا أتمرنت معي يعني ده ما ينفعش يتقلع على اللي كده يعني مدرب كبير عنده شخصية عنده حضور عنده كارزمة أصلا اللي لعبها تحبه إن خانسة وعشرين لعيب أو تلاتين لعيب بالناشئين اللي موجودين يحبوا مدرب واجتمعوا عليه بتلعب ما بتلعبش احتياطي بتنزل شوية قاعد في المدرب اللي الناس كلها بتحبوا كان عمل لنا شخصية كبيرة جدا في الملعب وهر الملعب ولو كان نكمل كان نودى ناس الزمانية في حتة تانية بيعلمنا الباص يعني الباص واستلام وتسلم والحاجات ديت فبي اتجاه جسمك إزاي وانت بتستلم الكورة لازم تفتح وشك للملعب وتبقى قاري الملعب ما تستلمش ودهرك بجول الخصم والكلام ده وأنا بقى استلم فاستلمت الكورة بدل ما استلمها الناحية دي كده على الجول ورحت مستلمها ببقش رجل الخارجي كده لتحت كده عشان استلمها ورح موقف التمرين قاعد بقى يعلم فيها لازم تقف كده وتعمل كده وقلت له انا عنده 35 سنة كانت تعلمني وانا ببطل هو طبعا كان بيحبني جدا وكان كنت بيلبس وقتها رقم عشرة وكان مسميني نمبرتين ما كانش بيقول لي عيد ولا اي حاجة كان بيقول لي نمبرتين بالمنا taxer بالمنا الاقطه بسهر بسهر احمس أليس بسهر ببستحر